هبدأ معك محمود الأول عشان عندك فكرة كويسة أفضل ثلاث فرص ضاعوا الأسبوع ده طيب احنا سريعا كده أفضل ثلاث فرص ضاعوا بالزبط احنا سريعا كده بنحب كل جولة ان احنا نجيب الحاجات اللي كانت منوارة الحاجات اللي ممكن تعجب السادة المشاهدين ننقل لقطات اللي كانت مميزة ونتكلم عليها يلا بينا احنا كان فيه ثلاث فرص أجمل فيه فرص كتيرة جدا بالمناسبة الجولة دي كان دخل 14 هدف الجولة الأولى دخل فيها 19 هدف فليجوان قلت شوية يمكن عشان نادي القالي ملعبش فطبعا ممكن تكون الاهداف قلت شوية ولكن كان فيه فرص ضاعة كتير جدا ولكن كان فيه فرص جميلة ولو كانت اكتملت بهدف كانت هتفرق بشكل كبير جدا لأنه كمل الاهداف الجميلة لو نخش على أجمل أو من نشوف أول واحدة من أجمل ثلاث فرص ضاعوا طبعا دي الكرة بتاعت أحمد علاء الشهيرة جدا جدا في مبارات نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب من تقريبا بعد نص الملحب نص المسافة الكريمة قم بلا من أحمد علاء مساك نادي المقاولين العرب واللي أحرز هدف التعادل كرة من بعيد جدا 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 وحتى يعني عوات حاول أو كان ساعتها صبح حاول أنه ياخده لكن الكرة كانت بعيدة جدا رايحة في مكان صعب جدا جدا فالكرة دي لو كانت أحرزت هدف كان هيبقى واحد من أجمل الأهداف اللي موجودة بس مش في الجولة في كل الدورة العامة السنية ضيع كرة قبل الجول بالزبط برضو من جوه الجول بالزبط يلا اللي بعدها نشوف الفرصة التانية فرصة التانية دي بقى مع مابولولو المميز جدا جدا واللي بعتبره واحد من أفضل المهاجمين اللي موجودين طبعا في الدوري المصري وأعوز أقولك على حاجة المبارات دي نادي للتحاد السكندري ما كانش بيقوم بأفضل حاجة ولكن مابولولو مميز جدا يا كريم دايما إن هو وسط أربعة وسط خمسة وسط ستة الراجل بيبقى متماس جدا روح في ياخد الكرة روح في يعد منه أول والتاني والتالت مش جوه منطقة الجزاء فقط ولكن بره برضو من خارج منطقة الجزاء عاوز أقولك صعب جدا نتأخذ الكرة وبعاك أربعة لعيبة نتأخذ يمين والشمال والضايع الكرة دي لو كده كان يبقى من أجمل الأهداف اللي موجودة برضو في الجولة التانية فرصة دي بقى يا كريم ده هو فيه فرصة ما جادش مجسدهاش الفرصة دي بتاعت شادي حسين شادي حسين حظ وحش جدا جدا بقاله فترة كبيرة جدا هو بالمناسبة شادي حسين لو قدر إن هو يحرز هدف الدنيا هتفك معه ضيع فرص كتيرة جدا لكن اللي عجبني هنا الروتيشن اللي هو عامله وقف يا كريم بص سندها برجليه الشمال وأملف على طول عمل توست برجليه اليمين لو كانت جات جون كانت حاجة كده من ريحة جوان عماد فدي كانت أبرز ثلاث فرص موجودة لأسبوع ده لو كانت اكتملت بهدف كانت هتفرق بشكل كبير